السلام عليكم أهلاً ومرحباً بكم متابعين قناة The Best في كل مكان النهاردة الفيديو بتاعنا هنتعرف على إجراءات التأمين المتبعة للسنوية العامة 2020 ابقوا معنا لنهاية الفيديو تعرف على إجراءات التأمين المتبعة لامتحانات السنوية العامة والتي سوف تبدأ يوم الأحد 21 يونيو 2020 حيث تم تحديد إجراءات لتأمين الطلاب واللجان أثناء فترة الامتحانات وإجراءات تجهيز الامتحان والأوراق اللازمة بالتعاون مع وزارة الداخلية بالإضافة إلى الإجراءات والتجهيزات المتبعة بالتعاون مع وزارتي الصحة والتنمية المحلية بالنسبة للطلاب واحد تغيير موعد بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحاً للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اثنين السماح بدخول المدرسة من الساعة الثامنة صباحاً ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة تلاتة دخول الطلاب اللجان سير الامتحان بطابور متباعد لمسافة اثنين متر أربع إجراء المسح الحراري لقياس درجة الحرارة خمسة تسليم كمامات وتوفير مواد مطاهرة أثناء اليوم ستة التأكد من ارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي سبعة الكشف عن أجهزة المحمول بالنسبة لتأمين اللجان واحد تعقيم اللجان قبل وبعد الامتحان اثنين قبل دخول اللجنة الفرعية بيقوم الملاحظ بالتأكد من أن الطالب قام بتعقيم يديه ولبس الكمامة بطريقة صحيحة رقم ثلاثة تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء الامتحان أربعة تحقيق مسافات بينية بين المقاعد المخصصة لجلوس الطلاب خمسة تحقيق التهوية الجيدة للفصول ستة التأمين الخارجي لللجان الامتحانات وتنظيم دخول الطلبة لمنع التكدس على أبواب اللجان إجراءات التأمين المتبعة لامتحانات السنوية العامة الإجراءات المتبعة بالتعاون مع وزارة الصحة واحد توفير طبيب بكل لجنة سير اتنين توفير سيارات إسعاف الإجراءات المتبعة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية واحد تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات بكل محافظة برئاسة السيد المحافظ المختص تجهيز الامتحان والأوراق اللازمة بالتعاون مع وزارة الداخلية 1- إجراء تحليل طبية للسادة القائمين على وضع الأسئلة قبل عقد جلسات وضع الأسئلة أو الدخول إلى مقر المطبع 2- إجراء التعقيم اللازم لسناديق نقل الكرسات الامتحانية والأوراق دون التأثير على المحتوى ترجمة نانسي قنقر